أعلنت الولايات المتحدة منذ أسبوعين نجاح إسرائيل في اغتيال مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام محمد الضي لكن جيش الاحتلال اكتفى بالكشف عن عملية استهدافه ولم يشر إلى مقتله لكن مساء أمس خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي وادع اغتيال مروان عيسى في غارة جوية بقطاع غزة مستندا في إعلانه إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية كشف هاجاري عن تفاصيل عملية الاغتيال التي وقعت قبل نحو أسبوعين حيث استهدفت غارة جوية مجمعا سكنيا في مخيم الانصيرات وسط قطاع غزة في عملية وصفها المتحدث الإسرائيلي بالدقيقة حيث تعاون فيها سلاح جو مع جهاز الشاباك واضاف هاجاري أن العملية اغتيل فيها أيضا مسؤول الوسائل القتالية في كتائب القسام غازي أبو طعم من هو مروان عيسى؟ ولد في قطاع غزة عام 65 وكان أول ظهور له في عام 2011 عند استقبال الأسر المحررين في صفقة شاليط المعروفة بوفاء الأحرار والرجل الثاني في كتائب القسام والمسؤول الأبرز عن تطوير سلاحها إذا حاولت إسرائيل اغتياله أربع مرات 2006-2012-2014-2021 ثم هذا كان ظهوره الثاني عندما انتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس للمرة الثانية ويعد حلقة الوصل بين القيادة العسكرية والسياسية وتتهمه إسرائيل بتخطيط مع يحيى السنوار لعملية طوفان الأقصى كيف علقتم أنتم على مزاعم الاحتلال باغتيال مروان عيسى عبد الرحمن محمد يقول لك المتحدث العسكري الإسرائيلي بيقول إنهم اغتالوا مروان عيسى ومعتبرينه إنجاز أولا لو اغتالوا فعلا كان زمانهم عملوا فيلم وقصة في نفس اليوم وكان في نفس الوقت حماس طلعت بيان باستشهاده صاصة يقول سواء ارتقى أم لا فيجب على القسام اللا ينفي ولا يؤكد اترك عدوك يتخبط فهو استعانى بالخونة عدم التأكيد أو النفي هو الحرب النفسية وهي التي تحدد المنتصر إسراء تقول في تغريدتها حتى لو استشهد مروان عيسى في المستقبل القريب ستكون لدى المقاومة طائرة بدون طيار أو قديمة فتاكة اسمها مروان مثل اليسين تماما وراهي حتفتك بالعدو الدنيا قالت يبدو أن العدو لم يتمكن من القيادي القسامي مروان عيسى ويؤكد ذلك عدم إعلان القسام بينما العدو يتخبط منذ أسابيع بين الشك واليقين هذه طريقة جيدة بمنع العدو من الفرح وضرب ثقته بنفسه وشبكاته ومخابراته وشعبه على كل حال ردت حركة حماس على المزاعم الإسرائيلية في تصريحات لعضو مكتبها السياسي أسامة حمدان مع قناة الجزيرة مباشر أن يرتقي قائد أو قادة في الميدان شهداء فهذا ليس إنجازا ولا مكسما للعدو ولكن بكل وضوح نحن لازلنا حتى اللحظة لم نحصل على أي تأكيد من قيادة القسام حول هذا الموضوع وبالتالي أنا لا أستطيع أن أعلق سوى بالقول إن ارتقاء أي قائد مجاهد من قيادات القسام هو تأكيد على أن هذه القيادة تقف في خطوط إدنار مباشرة وتقود العمليات من موقع القيادة الفعلية وليست القيادة الشكلية